في مدينة هيت التاريخية الواقعة غربي محافظة الأنبار ترتفع ماذنة جامع الفاروق وهي إحدى أهم المعالم الآثرية في الأنبار والتي يعود إنشاؤها لعام 16 للهجرة إبان خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت تستخدم عبر القرون للمراقبة واستطلاع المنطقة المحيطة لكن هذا المعلم التاريخي المهم أصبح الآن آيلا للسقوط هذا المعلم مهم جدا ويعني أهالي هيت يفتخرون بهذا المعلم ويحتاج إلى عناية يحتاج إلى ترميم يحتاج إلى دعائم تسند لأنه آيلا للسقوط وهي مائلة تبالى عليها الأئمة والخطباء وإلى عهدنا الحديث بيت الخطيب تناولوها كابر عن كابر شيخ ذنون وهذه المنارة اليوم حقا تستغيث ويجب المحافظة عليها كمعلم متحدث وناطق من قبل إسلام إلى يومنا هذا فهي بحاجة إلى الالتفات وإلى الترميم مختصون في الآثار تحدثوا لقناة التغيير عن الأضرار التي لحقت بالماذنة بسبب الحروب والإهمال الحكومي وانعدام أعمال الصيانة والترميم خصوصا خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي يتطلب وقفة جدة من الجهات المعنية هي تحتاج إلى جهود كبيرة ونحن من هذا المكان نحشد أيضا المحافظة ونحشد مقام قضاء هيت والحكومة المحلية بصيانة هذا الأثر يعني هذه ليست جهود هي العاملة جهود متكاملة وتحتاج إلى مهندسين استشاريين لأن هذا الأثر احتمال آي للسقوط وهذا يتطلب إلى جهود كبيرة جدا لصيانة هذا الأثر الفريد من نوعه أهالي هيت والمختصون أطلقوا دعواتهم للحفاظ على المأذنة نظرا لأهميتها التاريخية والدينية وأرثيها الثقافي وكونها تمثل صفحة مهمة من تاريخ مدينتهم العريق وتعتبر منارة الفاروق أيقونة مدينة هيت ومحافظة الأنبر وهي واحدة من أصل عشرين موقعا أثريا والتي تضم بقايا القلعة القديمة وسورها الذي يمثل الحصن المنيع للقلعة وأبوابها الشهيرة الأربعة وهي باب السنجة والغرب والشرقي والسور والسور لقناة التغيير أحمد الحمداني الأنبر اشتركوا في القناة